مخيم الجفينة أكبر مخيمات أنزوح في اليمن وعلى مساحة هذا المخيم كان من المقرر أن يقوم مشروع شبكة الصرف الصحي لمدينة معرب في العام 2008 وقعت وزارة المياه والبيئة اليمنية اتفاقاً مع الصندوق الاجتماعي السعودي على تنفيذ مشروع تصريف مياه الصرف الصحي بتكلفة أكثر من عشرة ملايين دولار لكن المشروع لم ينفذ حتى الآن أكثر من عشر سنوات شهدت فيها البلاد متغيرات وأحداث عاصفة وأوقفت الحرب عجلة التنمية لكن مارب التي بدأت استثناء في زمن الحرب وتعيش حالياً تحولات تنموية شاملة هي الآن بأمس حاجتها إلى شبكة صرف صحي مع ما تعيشه من كثافة سكانية وتوسع عمراني ضفحوا غرف تفتيش الصرف الصحي على امتداد الطريق المحاذية للمحال والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية ما زال تهديداً يؤرق الساكنين وصحة المجتمع بكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر وتتكاثر في هذه الأماكن الطافحة بالتلوث والجراثيم مياه الصرف الصحي يؤدي إلى انتشار البعوض الذي يؤدي إلى انتشار كثير من الأمراض ومنها الملاريا وكثير من الحمويات فلابد من إنشاء مقاري أو وسائل الصرف الصحي قيدة حتى تمنع من انتشار البعوض الذي يؤدي إلى انتشار كثير من الأمراض ضرارة هي معادلة ضرار كثيرة منها أن انتشار البعوض بكثرة والأمراض الأوبئة والحمى وغيرها بالذاتة لو في صرف مقرأ لها صرف صحي إلى مكان من عزال خارق المدينة أفضل يكون بأفضل تتكرر شكاوى المواطنين وأصحاب المحل التجارية هنا من خطر طفح المجاري ومع تزايد أعداد السكان في المحافظة نتيجة النزوح المستمر ما شكل عبءا على المدينة يستدعي حلا عاجلا نعاني من المجاري عدم الشفط المجاري هنا وتسبب لنا البعوض والنامس وحتى الزبائن مع غطوش المحلات سبب النامس نحن نعني ندعي لجهات الموقتصة والمجاري المحلي يعني لتلبية مطاري من المسافظة المقاري التي تلويها تلبية أولا خاصة في الدجارة في روسكو ومن المستقر وهذا أثر سلبية على المجتمع وعلى المواطن وخاصة للناس العايشين هنا المقاري ما يشفطوها إلا بعد أربع أسبوع أسبوع عن قسان المقاري هذا والله يعني يضغط أدلنا الضغط والبلغ كورونا فوق كورونا المقاري هذا قسان أسبوع في الشارع حالما يجي هذا اللي يشفط البيارات أسبوع لما يجي هذا لما يخلي الشارع يعني يطير لفوق أنا لفوق شمت بنا نغلق والمغرف هذا ونحن ما فقط فقط من البيارات مقاري ما يشفطوها إلا بعد ما يطلع أنفسنا نامس أكلنا البلاوين القمائم الويلات شوارع مشمت سبب المقاري هذا في زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض كان محافظ مارب اللواء سلطان العرادة التقى الصندوق الاجتماعي السعودي الذي أبلغه إن الاتفاق الموقع هو مع وزارة المياه اليمنية الجهة التي عليها متابعة المشروع بعد الزحام السكاني والنزوح الذي حصل في محافظة مارب بسبب الميليشيات الحوثية تم تحديث الدراسات من قبل على نفقة السلطة المحلية فتم التعاقد مع شركة استشارية مصرية فتم التحديث للدراسات على التوسعات العمرانية وقد وافونا بالدراسات يأمل أبناء مارب والنازحون إليها أن يجد المشروع طريقه إلى النور خاصة مع طرح السلطة المحلية موقعاً بديلاً لتنفيذه خارج مدينة مارب التي بدأ البرنامج السعودي لإعمار اليمن تنفيذ أول مشاريعه هنا في مجال الإصحاح البيئي ترجمة نانسي قنقر